مرحبا بكم مرة أخرى مع الدكتور عبدالطيف دكتور كين واحد الفكرة كيقولوا أن قاعد المسيحيين المغاربة اللي ولوا مسيحيين ما عندهم مش نفو تقافي ما عندهم مش واحد مستوى اجتماعي مزيان فرأيك مناش جاس هاد النظرة وناش هاد الفكرة كينها هو كين غلط لأن كين بعد النس يظنوا بأن لولا مسيحي ونصراني ذوق غادي يقدر يمشي للصفارة وغادي يعطيه فيزا لكن هذا غلط صح يعني غلط لأن المسيحية هي واحد دينا البسيطة لأن الرب قال تعالوا إلي البسطاء نعم يعني المسيحية تتجمع الكل نعم تتجمع الإنسان البسيط المتقاف الغير متقاف الإنسان العادي نعم يعني لأن التعليم دي المسيح سهلة جدا وصل لكل الناس وصل لكل الناس مثلا ما تقول لك أحب أعداءكم تقول لك ما تسرق ما تكذب يعني الكتاب المقدس يقرأ واحد خلص الابتدائي يفهمه نعم يعني مش ضروري أن الإنسان يكون عنده واحد ثقافة ولا بشي يصير مسيحي ولا مثلا نشوفوا ناس عمال تقولوا اللي مسيحيين قلوا اللي هذر أو اللي مسيحي لأنه عنده إهداف بشي يخرج للخارج ولا بشي يأخذ فلوس هذه أفكار شائعة ولكن هي غلط يعني كاين مثلا الناس اللي ككونوا ما خلاش نتفاجئوه من الناس اللي مثلا اللي بوسطة واللي قارن واللي ما قارنش كي يقولوا مسيحيين حيث المسيح كي وصل لهذا وكي وصل لهذا وكي وصل لهذا في كل واحد في النفو دياله صحيح صحيح لأن فيه ناس بوسطة عاشروا مثلا مسيحيين وشفوا فيهم أخلاق اللي مثلا جاتهم غريبة بالنسبة للمجتمع اللي عايشين فيه وقالوا أحتنا بيتنو اللي مسيحي ويعني كاين الترجمات ديال الكتاب المقدس جميع اسمه كين البوسطة كين ديالنا اسمه تقافين لأن الغلط اللي تيغلط النس يقول لك حنا كتابنا كين كتاب واحد لا حنا الكتاب المقدس هو كتاب واحد لكن الترجمات المترجمين تيراعي للطبقات في المجتمع في حتى ترجمات مثلا للأطفال كين كتاب مقدس للأطفال نعم يعني تراعي وباش كل واحد مثلا يفهم الكتاب هو كين غير الفكرة مني كن هدروا على كنقولوا مثلا النيفو التقافي يعني بحل نوعات ما كيبغيوا دايما يبينوا أن المتقافين ما كيولوش مسيحيين يعني أنهم هما أعلى وأنهم هما كيحس كيقرأوا كيوحاوا كيكونوا واعيين وصلوا واحد لنيفو معين فبتالي ما كيقدروش يوهب طول ذلك المستوى وأنهم يقولوا مسيحيين في حينها هذه الفكرة ليست صحيحة لا ليست صحيحة لأنه كين بعد الفئة اللي مثلا لاش متيبوش كل مسيحي ولحتى مثلا تبغي يكون منحد لأنه تبغي يعيش حياته غير مقيد حر لكن مثلا كين ناس متقافين اللي مثلا من التي قرأ الكتاب المقدس وتي في التعاليم يعني تلقى بإنها حياة ممكن لا يقابه في أنا عرفت مثلا ناس متقافين مثلي و و مسيحيين نعم نعم دكتور أغنسولك واحد السؤال بزاف الناس كيسولوا بزاف المغاربة كيكونوا في بال وشغراوك باش وليتي المسيحي شنو أعطاوك لا شوفي المسيحي احنا تنعطيو تنعطيو من وقتنا تنعطيو لا سهل علينا الله حتى مفلوسنا تنعطيو من الأشياء لأن الرب تيقو داود قال يا رب من يديك أعطيتك احنا تنعطيو للله ذك شي اللي أعطانا سواء كان عيم سواء كان فلوس سواء فما تنظنش أن الناس تيجو المسيح باش يخدو أولا شي يحد غراهم أولا غراهم أعطاهم شي حاجة باش يقولوا المسيحيين ممكن نظنش ممكن أنا واحد شخص مثلا اللي كان محتاج وممكن نساعده أنا ساعد مسيحيين وساعد مسلمين وساعد ناش اللي هم محتاجين هذه حاجة موجودة في جميع المجتمع واحد الإنسان اللي كان محتاجه عندك باش تعاوني ممكن تعاوني لكن ما غادش نقوله هادك حنتعاون ترى غريته هادك غلط صحيح دكتور شكرا لهذا الوقت اللي عدتينينا ونطلقوا مرة أخرى إن شاء الله شكرا مع السلامة اشتركوا في القناة